فين كابتن محمد بركاته وكابتن حزي إمام الجزء دي؟ هم مش موجودين وما بيطلعوا بس كده كابتن نكسب تلاقي طالعين تتكلموه طالعين نخسر ما لاقيش حد فيهم المفروض الناس دي لعب هل ده 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 اللي انت كنت بسألك انت يعني انا عارف الناس كلها متوقعة حاجات كتيرة جدا من كابتن حزي إمام وكابتن محمد بركاته بالسفاتهم ان هم نجون كبار في الكرة المصرية ومثلوا سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك او منتخب فليهم تقلل ليهم من الاخر كرة فاهمين كرة وما شاء الله كانوا مجوهم ايه دورهم بقى؟ هم مش دور هم لعب أكبر هم ملوم مش دور هم موجودين فرحانين بالمنصب اللي هم فيهم تبالى انا برضا انا ارجعك لحاجة مش كابتن شوبير وكابتن مجد عبغني لعبوا كرة وكانوا مسكن في التحاد مش كان في نجاحات وخدنا بطلط سواء كابتن سامير زام طبعا ده الله الرحمن اكتر واحد عمل انجازات بس انا بتكلم ماليش بقى لك انا بتكلم انت دام لعب كرة هتعرف تتعامل هتعرف تتعامل الكابتن شو بركن بتعامل الكابتن مجد عبغني ماليش دعبه باي حاجة انا بتكلم اللي انا عنده منتخب ناجح ماليش دعب اي شخص بي انا بتكلم انت دلوقتي لعب كرة وخدت لعب كبير واحتزلت المفروضة مجد تحط في المكان ده انا رأيي اللي يمشي عشان رأي يمشي على استاذ جمال علام على اي حد الكابتن حازم اشان ده انت نجمك بي والناس كلها ماليش ماليش بيجيب سيرة استاذ جمال علام كله بقولك فين الكابتن حازم فين الكابتن مجدد والناس مش موجودين يا كابتن الناس مش موجودين يعني انا شايفهم اللي هم محتوطون بس كده صورة وخلاص بس وما لهم بيعملوش حاجة الصراحة يعني من ساعة من الناس ده مسكت واحنا الكرة المصرية عندنا اتضمرت منتخب عشوائي اتحاد كرة مع احترامي ليه بردك شغل عشوائي كل حاجة عندنا في مصر بالنسبة للرياض دلوقتي بعتها عشوائي معادة النادي الاهل عشان بردك كان فيه تصريح انا هاخدك في الجزئي انا هسألك في حيطة تانية وهخش لك في الجزئي بس كلنا بنتكلم في الجزئي بس عايزك تروح التصريح بتاع بنستر ميكالي بقى ما هو دلله انا قد تكلمك فيه انا رايح لك اتقل على الروس ميكالي بعد الهزيمة من المغرب طلبنا دم لعبين كبار لكن نديهم تمسك بهم لحسم الدوري ولم نستطع دم المحترفين اصيبك من الجزئي بتاعتك لما نستطع دم محترفين دي لان هو ايه دي تكملة الكلام عشان هو الاساس بتاعه من الاخر هو يقصد النادي الاهلي هل انت تتوقع ان ميكالي هو اللي يقول كده لا طبعا مليون فرمية لا هو الرجل عشان تلعب كورة وانا ألعب كورة فعملنا طب اهل اش بس مجرد شمعه عشان بتتعلق عليه اه طبعا اللاعب النادي الاهلي زي ما انت عارف بيلعبوا في وسط أجواء مش فرقة بيلعبوا أي حد لعبوا قبل كده قصاد ريال مدريد عشان واخدين على البطولات مطش رسمي بيلوحوا حكاس العالم الأندية على طول واخدين على البطولات منتخبات مش هاي فرق معامل أجواء اللي حصلت بس أنا باتكلم في نقطة يا كابتن أنا بس عشان بقى برضك وبعارفين الكورة هي لعبة النادي الأهلي ومنظمة النادي الأهلي عشان دلوقتي كله بطلع يقول لك كده لعبت النادي عشان تبقى عارفين اللي الكورة هي في النادي الأهلي الإنجازات في النادي الأهلي البطولات في النادي الأهلي الكلام ده ليه بيزع الناس طبا جماعة يعني انت فهم أصل طبا أنت عايز تنجح ما تنجح أنا بقولك أنت عايز تتعلم أي حد عايز يتعلم المنظومة احنا بنتبه لشي النادي الأهلي بيخلي أي حد يسقط ببطولاته انجازاتو أنت ما تودرش تتكلم بأكتر نادي في العالم وأخبر بطولاتها كابتن زي إذا ريال مادريد دلوقتي أعلم ريال مادريد السادس دلوقتي في البطولات القرية القرية ريال مادريد دلوقتي تصنفه السادس عم نتكلم على كل البطولات نادي دلقاء لرقم واحد في العالم يعنيها مش محتاج أنا أطبلله ولا أنت أطبله يعني العالم كله بيجيب رجل مبارح ماتش أنت رجل مبارح خد الدور ومبيحتفلش أنا عايزة أقول لك اللي بنسبة يعني عشان تعرفوا للنادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي هم اللي بفرق